أود أن أنطلق في النقاش معك من كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو استشهد خلالها بمقال للكاتب الفلسطيني محمد هلسة على الميادين نت الذي وصفه بالموقع الإلكتروني التابع للأعداء وخلال تصريح أدل به في مراسم ذكرى قتل سفينة ألتالينة أشارة إلا أنه قبل الحرب الراهنة كتب صحفي فلسطيني مقالا بعنوان هل ترسو سفينة ألتالينة وهي سفينة الحرب الأهلية الإسرائيلية مجددا عند سواحل يافا وهل يتصاعد منها الدخان مجددا وأضف نتنياهو أن الرد على سؤال الكاتب يعتمد على الإسرائيليين فأما الانقسام والضعف وأما الوحدة والانتصار على حد تعبيره حتى ما قبل الحرب الراهنة كتب صحفي فلسطيني في موقع إلكتروني خاص بأعدائنا في لبنان اسمعوا ما كتبه هل سترسو سفينة ألتالينة وهي سفينة الحرب الأهلية الإسرائيلية مجددا عند سواحل يافا وهل سيتصاعد منها الدخان مجددا هو لا يطرح هذا السؤال بشكل نظري أو بلاغي بل يتمنى أن يحدث ذلك فلن يجوز لنا السماح بذلك ويعتمد هذا الرد علينا فقط لا علينا هنا فقط بل أيضا على الذين هم خارج هذه الخيمة وآمل أن دروس ألتالينة قد تم استعابها وحفظها إذ إن الانقسام يعكس الضعف أما الوحدة فهي شرط الانتصار ما أبرز ما تضمنه المقال الذي نشره في العاشر من كانون الأول عام 2022 بعنوان هل ترسو ألتالينة سفينة الحرب الأهلية الإسرائيلية عند شواطئ يافا مرة أخرى كادت حادثة قصف السفينة الإسرائيلية ألتالينة بعد أيام قليلة من إقامة دولة إسرائيل عام 48 أن تقود إلى حرب أهلية مصغرة لم تكتمل فصولها في الدولة العبرية الوليدة واختذاك رست ألتالينة عند شواطئ فلسطين وكانت محملة بأسلحة أحضرها تنظيم الإتسل أحد التنظيمات السرية اليهودية المسلحة في فترة الانتداب البريطاني إلى الدولة الناشئة من فرنسا في محاولة لكسب الحرب بين إسرائيل والعرب أراد بنغوريون تفكيك كل التنظيمات المسلحة بهدف دمجها في جيش واحد يمثله دولة إسرائيل صعد بيغن السفينة وقرر التمرد فلم يتسامح بنغوريون مع ذلك وعد الأمر إعلان حرب بحيث طلب إلى الجيش وقت إذن قصف السفينة وكان الهدف كسر تنظيم الإتسل فشهد الساحل الفلسطيني حربا أهلية بين أفراد مختلف التنظيمات اليهودية ثم تحولت النيران في اتجاه ألتالينة تسبب الاقتطال وقت إذن بمقتل وإصابة العشرات من اليهود أغلبيتهم من الإتسل في مقابل بضعة أعضاء من تنظيم الهاجانة لكن سرعان ما توقف الأمر بعد أن طلب بيغن إلى رجاله الاستسلام اليوم بعد ما يقارب 75 عاما على حادثة السفينة ألتالينة تعود نذر الحرب الأهلية الداخلية للساحة الإسرائيلية من جديد ومرة أخرى من بوابة الجيش